الأسد المغربي إبراهيم بونيا ابن جنوب الشرق للمملكة المغربية يحقق فوز على خصمه الروماني بقرار الحكام بعد أربع جوالات كانت فاصلة لتعادلهما في ثلاث جوالات وكانت الجولة الرابعة فاصلة وتمكن المقاتل المغربي من فوز بهذا النزال بعد أربع جوالات كانت قوية وطاحنة بين الطرفين المقاتل المغربي إبراهيم بونيا له 47 نزال في مسيرته الاحترافية وفاز منها بـ 36 أو 38 نزالا في مسيرته الاحترافية وانهزم فقط في 8 مناسبات وله 21 بالضربة القادية الذي فاز بها دخل إبراهيم بونيا بقوة أمام خصمه الروماني وسدد له عدة لكمات إبراهيم بونيا معروف على الساحة العالمية في الكيهبوكسين ومن مواليد شمال هولندا يدخل الآن بضربات على المستوى اللوكيك أسفل القدم هناك تريوت كبير بين الطرفين والمقاتل المغربي تمكن من فوز على خصمه الروماني حتى أن رومانيا لها مقاتلون كتر وأبطال عالمين في ريادات الكيكبوكسين دولة لا تستهن بها في الكيكبوكسين والريادات القتلية وخاصة الكيكبوكسين ضربات قوية كما معروف على المدارس المدرسة الهولندية تحتمد على اللكمات القوية والمتنوعة والمتسلسلة على الخصم والضربات اللوكيك التحام بين الطرفين تريوت بين الطرفين لوكيك وكروشي من البطل المغربي إبراهيم بونيا ضربات لوكيك من الخصم ونوجوع قوي من البطل المغربي إبراهيم بونيا الذي يسدد عدة لكمات لخصمه الروماني هنا نشاهد ضربة قوية من البطل المغربي ضربة قوية ضربة قوية من البطل المغربي كان يسقط فيها خصمه الروماني لوكيك ضربات رائعة لمساوي وجه من البطل المغربي تسديدت لك تسديد لك ماس رائعة باكيك من الخصم الروماني لم يفلح فيها والآن كان هذا هو نهاية النزال بفوز المقاتل المغربي الرائع دو 31 سنة إبراهيم بونيا ألف مبروك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر